السلام عليكم اخباركم ايه نورين دايما معايا بس احبيكم في كل وقت وفي كل اوان يا مرحب يا مراحب يا اهلا بميني شارك سعادة دائما وغامرة بوجودي معاكو دايما يا رب ودايما من الحمش من بعض كده شوفوا بقى اخوتنا الاهلوية ولاهم الحق طبعا فرحضين وما زالوا فرحانين بالبطول الحداشر وده امر لا يعبهم للامانة يعني فريق مفرحهم فريق ما خليهم في حالة من السعادة ومن حقهم يفرحوا خصوصا كان ان احنا في اجازة مبارات يعني ما فيش مبارات فيش حالة تنغص عليه المنتخب نفسه ما ينغص عليه ده اصر المنتخب مبارح ستة صفر من غنية ولا كان يفرم معه كان هيتكيبوا فرحانين والامور تمام التمام ايه يحز علوا ديئة دقتين عن المنتخب ويقولوا كلمة كلمتي بعدين يرجعوا لسطلانا سطلانا يعني ازاي؟ هو ده الاحتفالات انه هما زي القضية ممكن قعدوا بيها يجي عشرين سنة يشتغلوا على القضية ممكن والقضية مش عارفين يعني بيشتغلوا دلوقتي على ايه احلى بطولة شفناها هل يعني كل اللي عايشين دول شافوا البطولات بتاعة الاهلي من افريقيا القديمة يعني ايا كان لكن هل عندي ملاحظة ملاش علاقة بالندل اهلي بصراحة ولا بجمهور الندل اهلي او ليها شوي امبارح شفت فيديو منتشر لي اخواتنا جمهور الرجاء في احدى مباريات الدولي مع نهضة بركان اعتقد وهما بيغنوا غنيت سطلانا اللي كان ماشي بيها محمود متولي وطاير محمد طاير طاير في المكسيت زون كانوا بيردوا من وجهة النظر ندردهم يعني على الاعلام المغربشي ماشي امور كلها سوشال يعني والسوشال شغالة ولها اثر لا شك طيب ايه هنا الموضوع الموضوع انه هدفات جمهور الرجاء في مباراة مهل بركان مكانش لها علاقة بمباراة مهل بركان ليه علاقة مباراة الاهلي والوداد المكان بغنه سطلانا في وسط الاستاذ وده برضو يحق لهم ولا ميحق لهمش صحيح هو ده السؤال لو جمهور الزمالك الاهلي اللي كان خسر من الوداد خلاص وهي اغنية مغربية اتشغلت على لسان الاخواتنا الودادين مجمهور الزمالك تجرق تجرق وهتف واغنى الاغنية دي في احدى المباريات اللي مفيش فيها النادي الاحدش كان ايه اللي جرى كنا هجيب الدفاتر تطارى كان اعلام مصر من كبيرهم لصغارهم يتكلم على عدم الاخلاق والروح الرياضية والمش عربية انا موافق بس انا هجي ارجع لك بقى طب لو كان الزمالك هو اللي بيلعب الوداد والوداد فاز واخواتنا بتقول الوداد عمله اغنية والاهلاوية اللي هتفوا بيها في مبارياتهم عشان الزمالك ويرزوا الزمالك كان حصل ايه ولا حاجة ولا اي حاجة يا بيه كانت الامور في السكلانة والهدوء الاهلي يعمل اللي هو عايزه وجمهور الاهلي يعمل اللي هو عايزه ويبقوا فرحانين بلي بيعملوا جمهور الرجاء انا ما عنديش مانع افراحوا لكن ما تزعلش وتقمص اول ما يحصل بقى حاجة اما كونه زي الكامعة على الخمسة بتاع العشرة اذا كنت صاحب مبدأ يبقى مبدأك واحد يبقى انت ترفض احتفالات الرجاء تفتقى تفرح وتحتفي وتحتفل وتفرح بيه الرجاء واللي بيعملوا في الوداد يبقى ما تزعلش مزاكي كما على عشرة ما فيه عشرة اهداف داخلوا في النادي الاهلي من فريق واحد بسمه خمسة وخمسة عشرة اهداف هل المجمول زي كل يقولك يا بقى عشرة يا اخ بقى انت عندك حداشرة بطولة وعشرة من النادي الواحد ده ايه ده النادي الواحد ده جابي جوان في الاهلي جابي اتناشر جول قبل كده خمسة ودي خمسة وفيه اتنين هنا ايا كان باهل الاهلي برضو جابت دي كده يعني الفكرة انك انت هنقعد نشتغل ورا السوشيال ونقع وراهم في الفاخ خقع بس متزعلش وتقمص تعرفيني بيقمص بيعمل ايه مش هنرفص طيب دي حاجة كده عن سطلانة الجمهور المغربي بعد ما خلصنا موضوع سطلانة الجمهور المغربي دي او سطلانة سطلانة تعال روح لنادي الزمالك فيه حاجة كده انا ستصدقها قوي يعني بس يريد تحصل اخونا هنية حتحوت قال انه الزمالك عمل حاجة لطيفة كده الامانة لو تعاملت يعني انه انشئ ادارة اسمه ادارة سكاوتينج يعني وعملهم ما تكتب داخل الناس والله العظيم ان حدث هذا الامر فقد وصل الزمالك الى المجد لكن انا اشك هي ممكن تكون اتجاه لكن مكتب سكاوتينج انت بتتكلم على على الاقل لثمانية او عشر اشخاص في التحليل الفني ومتابعة اللعيبة وسفيهات تتعمل وملفات تتعمل وتجهز لكل لعبة مصر وكل لعبة الناشئين اللي باعليهم اسم وموجود حتى اللي باعوا في الاهلي وغير اللعبة اللي بتاع في افريقيا والمحترفين وملفات ملفات سكاوتينج ويروح يتبع وكشفين هل الزمالك عنده الفكرة دي؟ اه اكيد عند الفكرة دي حاجة رائعة ولو بقولكم لو حصلت من اجمل الامور وقد وصل الزمالك الى المراد من رب العباد لو الزمالك عمل الحكاة دي ومشيها صح لكن هل ادارة الزمالك عارف عني سكاوتينج؟ او بمعنى صح العرفة تكاليف العمليات اللي زي دي وان انت في الاعناس هتسافر عشان تقعد في فنادق وتحكز لها طيران عشان تروح تشوف لعب بلعب في المنشط ازاي عشان تكتب تقرير عنه واحنا معنى فلوس احنا معناش فلوس لكن لو حصل كلام هاني حتحود ده وطلع صحيح يعني فدي تبقى حاجة ممتازة جدا جدا نرجو ان تكون حقيقة وانها تحصل يا رب طيب الصفقات في الموسم الجاي بقى رايحة فين وجاية منين وحكيات انا زيقت بصراحة يعني عشان بكون واضح معكم زيقت في اكتر من حاجة كلام عن الصفقات الجديدة ومفيش اي فعل على الارض وكلام عن الراحلين والامور كلها في غموض وبتقل مش بتزيد كنت تعلم انه فيه 12 لكن يبدو انه ما هيقل من كده فقلت ان هيبه فيه تفوير تفوير كده زي تفوير الارض يعني للعب الاجانب ثم الموضوع بدي يقل يوصل الحال انه كنولا يمشي وبالحاج نلغيه العقد طب وبقى نضاي لا نضاي الراجل عايزه طب ماشي حافزة الراجل عايزه آه سيف الراجل عايزه الله يعني الراجل عايز كل حد اهو وعاوز روقة كمان طيب كويس ده ياخدنا الايه ياخدنا الى ان الزمالك دلوقتي استقر مبدئيا وكل يوم بحاجة على بقاء حمزة المسلوسي وتجيد عقده على بقاء سيف الجزير واستكمال عقده وابريم النضاي واستكمال عقده إبا احنا لو جبنا اجانب اساسا يا عم شادي فاحنا هنجيب اتنين بس اتنين لعب انا موافر بس والنبي مش عارف مين جيب بقى فرزة اول لعب اتنين فرزة اول عاوز بقى تجيبهم الاتنين خط وسط الاتنين قلب هجوم الاتنين دفاع الاتنين جناح اللي انتو عايزينه بس يكونوا فرع ولعبه ايوان ومفيدين للفريق يشيلوا الفريق مع المجموع اللي موجوده او المجموع اللي هاتيجش فخلص انت بتغير الخطة بتاعة اللعيب الاجانب من خمسة او من اربعة لاتنين والله اعلم هتثبت على كده ولا هتتغير يبقوا خمسة ولا تلاتة ولا اتنين محدش فاهم ممكن على اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي الخطة بتاعة اللعيب الاجانب في زيناك اتغيرت وبقوا اتنين بس اللي هيكون فيه تلاتة باقيين ناصر مانسي قاله فترة ما بيلعبشين ما بين اصاباته وغيره وبعدين جاله عروض فهو العروض دي عرضها على قدرت الكورة فطعا رفض التام وقاطع بفكرة انه ناصر مانسي ده الحيلة الوحيد اللي ممكن يبقى فيه الامل من المجموع اللي جات في عناير اللي فات اخونا احمد بالحق توكر على الله ومحمود شبانه هيمشي وهيبقى مباقي ناصر مانسي ففكرة انه ناصر مانسي يتوافق على انه هو يعر او يباع ده امر مستحيل وده اللي ابلغ لناصر ووكيله انه مرفوض رفض تام رحيل ناصر مانسي الراجل او سيريو ما عندوش مانع في استمراره وعايزه ولولا الاصابة اللي طوولت هي اللي اخرت وجوده في الفريق لكنه شايف انه بيقدي وانه هيبقى كويس فبالتالي او سيريو موافق خلي بالكو انه مش هيقدر اقول زي ما كنت بقول اين فريرا انه فريرا ممكن يكونش قال ويطلع في الاخر فريرا قال وماضي على اللعيب فانا دلوقات هاعتمد انه او سيريو قال وموافق يتعرق ايه بل انه ما يعافش بقى الصياغة اللي بتتقال للمدربين فيطروا انه يوافق ويمضي لكن ما عنديش مانع لكن او سيريو لو عاوز ناصر مانسي او حد من الاجانب هو اللي يستمر فزيك هيقعده يعني دي حاجة يعني سريعة كده طيب طب انا عاوز اقولكو حاجة اخيرة عن الكورة بعد مروحه الى كورة اليد الزمالك عاوز طريق حامد اه قلتلكو ان الاستاذ مرتضى هو اكتر واحد مش عاوز طريق حامد يبقى يرجع تادي ومعافش طريق حامد عاوز يرجع لازم يكتب ويشير ده ويضغط لصالح طريق حامد لكن الحقيقة انه الزمالك تواصل كده وديا مع مقربين من طريق حامد عشان العودة لكنه هو لغاية ده وقت يقول لأ انا لسه نادي اتحاد جدة ما خدش قرار كنهائي بالاستغناء عني ان كنت شايف انه خد القرار لكن هنشوف انه يمشي بهمك انه هو اصح لكن في اللحظة دي بقى بيرامدز ظهر في الصور بيرامدز بقى يزاحم من الزمالك في مضوع طريق حامد خصوصا ان الكلام انه وليد كارتي ممكن يمشي من بيرامدز يروح الاهلش فهم عاوزين يوفروا بدلاء يعني لكارتي وانه طريق حامد عمل موسم متميز متحق جدا وخد دوري وكاس ان كان المقربين برضو منطارب ولو انه ايميلة الى البقاء في الدوري السعودي ومين ميحب الشبه في الدوري السعودي في الفترة دي في النجاحات والنجوم والظهور والمتابعة العربية اللي هتبقى عالية جدا للدوري وغير بقى لسه اللي جاي يعني طيب فبالنسبة لطريق حامد طلقت اتصالات من مسؤولي بيرامز الفترة اللي فاتت عشان يرجع فقال لهم استنوا شوية ان ما شوف موضوع اتحجد لكنه ما قابداش رفضه وما قالش ان اولويته رجوع للزمالك عشان بس تبقوا عارفين الحكاية طيب تعالوا روح لفريق اليد دلوقتي الكلام عن الاستاذ مرطوع منصور حاكم نادي الزمالك انه هيطلع فلوس الفترة اللي جاية لكل العب الصلاة من المتأخرات او المستحقات ايا كان الاسم اللي انت عايز تقوله الا فريق اليد ليه؟ قالك عشان دول اللي اشتاكوا النادي وما تحملوش الظروفة اللي استحمله ياخدوا هبا اديهم بعدين لان هو كده كده لازم يديهم لان العود وقضايا وقصة يعني وراحوا اقدموا شكوى فعلية فممكن فجأة ما تلاقيش ولا واحد من اللعيبة دي واعدين عندين ازمة تانية انه مدربين الكورت اليد مش هادين يجوا يتعاقدوا مصريين واجانب على التواجد في نادي الزمالك بسبب الظروف بتاعت فريق اليد وخلافه مع رئيس النادي او حاكم نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ده يقول لنا ان العناد ما زال مستمرا بين مرتضى منصور واحمد الحمر زعيم كورت اليد ونجم كورت اليد في نادي الزمالك والذي يعتبره البعض هو ميسي كورت اليد العالمية ايا كان الصياغ ايه لكن العناد ده هيودينا لغاية فين ما اما العناد ده اللي هينكسب فيه بالمناسبة عشان اقول لكم يعني اخر الموضوع اللي هيكسب فيه مرتضى منصور لانه رئيس النادي او الحاكم بتاع النادي احمد يعمل ايه اقولولي يعمل ايه احمد الحمر اي لعب يعمل ايه في مواجهة رئيس النادي او صاحب السلطة مش عميل حاجة اقدم الشاكه اللي اقدمه ويفسي خلاله بتكع الله يعني ده اقصى حاجة يقدر يعمله ويطلع يقوله ادي الاسطورة اللي مش مستحمل ادي الاسطورة اللي بتروع عليه اسطورة ويقعد يسمع شتايمه وهيهجوم عليه وخلاص او يكتب كلمتين من غير تصريح يعني ممكنش تصريح على حد يعني لكن هو ده ملخص الامر نهاية العناد بين مرتضى منصور واحمد الحمر وخسارة احمد الحمر خسارته داخل الزمالك وخسارته فترة داخل الزمالك وبعض من المؤيدين والمحبين للمستشار المرتضى يبدوا يهاجموه ويكاد الاسطورة ويحكولك بقى على حزب ايبان ما بيعملش ويبقى ما بيستعملش وهي الاسطير بتاعتكو هي اسطير نادي زي مش بتاعتنا بصراحة يعني لو انا هدخل في الجدال ده انا مش فاضي بصراحة ليه ده ندخل في الجدال مع بعض المغيبين وللبسينا الدرات خضر وصودة دي لكن انا فعاوز اقولكو ملخص نهائي طلقيس التبريس او طلقيس شاد عيسى ان العناد بين ادارة الزمالك وحاكمها مورطان مصور ولعبة كرة اليد ومسؤولها احمد الحمر يا خسارة لعبة اليد لانه المسؤول هو اللي هتطلع الفلوس واخرهم يمشوا من النادي ويترفعه واضي وشكاوة وياخدوها على بعض السنوات بس بعد ما يبه فيه ما يشبه التشويه بقى ويادي 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 وعمل ومستحملوش وحاجات زي كده الله اعلا احمد الحمر هيغير خطته وطريقته ويرضخ ولا لا او العكس المسؤول المرتضى هيغير خطته ويوافق على طلبات اللاعب تكون اليد ولا هيبه فيه مثلا حلول وسط وحلول ودية لحل المشكلة القائمة بين حاكم نادي الزمالك المستشام مرضى منصور ولعبة كورتي نادي في نادي الزمالك بقيادة احمد الحمر هنعرف لا شك ومحدش قولي والنبي يا شادي انت بتهاجم ازاك والله ما هاجمته يا شادي انت بتقول اخبار سلبية عن الزمالك ازاي كل الاخبار اللي طالع منه اللي ومن دولي الاسف سلبية قولي انت خبر حلو كده سمعهولي لو انا مش عارف عرفولي لو انا معرفوش انا حب الخبر حلو اقوله اكتر قبل ما اقول الخبر وحش جب لي كده صفقة زيان خلصها جب لي كده الزمالك عارف حمل ايه داخل انا ندور تقولك كوزاك من رئيسه يعني قصة يعني فلازم برضو ناخد بالنا والنبي من الحكاية دي اللي احنا نعرف ان احنا في ازمة ونحاول نحلها اذا كنا نريد ان نحلها اشوفكم على خير في اللي جاي ودايما اتشرف بكم في كل وقت وفي كل اول